اشتركوا في القناة من كل تجاوز وافتراء إبراهيم أهلا بك يا مهندس أهلا بك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين حلقة النهاردة رقمها 913 في مسيرة ملك وكتابة اللي المهندس عدل القيعي استهل لها سيبقى الأهل ملكا وسنظل نحن أيضا حراس هذا الملك والراصدين دوما لكل ما يكتب ويقال عن هذا الملك والرد عليه والتعامل معاه وتصحيح الكثير من هذه المفاهيم الموضوع بقى واضح جدا والله بقى المكشوف الناس قالت حتى لو مش هتقولي الحقيقة بس لحها عليه وتكلم ويطلع الناس يقولك فلان قال وفلان عاد ولا يملك الدليل وأنا بإذن الله الناس اللي تكلمت وقالت كلامها على لساني آه يقولك عاد نكيعي قال سألاحقها تماما وعاهم وإثبات هذا الكلام منهم ناس أنا بالكاد أفتكرهم آه واخد بالك والأهلي والتفريخ حضروا بقى وسمعوا الخطة وسنفرغ ونعمل وقلنا مئة مرة عشرة وعشرين وثلاثين وعلى لسان رموز الإسماعيلي نفسهم ليس صحيح الأهلي رفض استضافة إسماعيلي قال عكس صحيح الأهلي كان يفتح زراعيه بمنتهى الدفء لكل لعيب الإسماعيلي يتدربوا يعملوا مطشط اعتزالهم يتعلقوا سألوا العربي سألوا بازوكا سألوا كابتن على بوجرش كل الكابتن الأدام كلهم قالوا هذا الكلام وهذا المرسول أما بقى اللي جربوا الفتنة ونجحوا فيها وفاهمين إنه كل ما يحصل هدوء وتقارب ليه وليه بقى محمد شيحة طلع لنا أشكر الأهلي العليات دي أنا اللي هو عادة يعني صعب يقول أشكر الأهلي هو في صفقة الساعي كان يدعو من نادي الإسماعيلي أكتر منه ما هو يسعى إلى صفقة من ساعتها الدنيا قامت ما عادتش تيك 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 ويجيبوا بقى ناس تقول وسمعنا وعادنا عالي وقال لأ كده ما ينفعش هنفرغ وحنعمل طب في الوقت اللي هو ما بتهمه بتفريغ الإسماعيلي هو العصر الزاب الإسماعيلي مين اللي بفرغ دلوقت الإسماعيلي ومين اللي أزاد ومين اللي تسبب في إيقاف قيده قلناها مرة واثنين وثلاثة شوفوا مين انتقل فين وبسبب هذا الانتقال اللي هو بتعبراهيم حسن الإسماعيلي يعيش هذه المشاكل كلها اللي محدش بحاول ينقذه منه فهذه الوقاعة لن تستمر ولا يمكن أن تستمر إنها فتنة أستاذ إبراهيم قد قلينا على أنفسنا وأشكر أننا زميلتك كل السنين دي لأن كان هدفنا واحد كان هدفنا واحد كان معركتنا واحدة إن إحنا ما نسيبش حد يفتري على الأهل ولا يشوه تاريخه ولا يتقاول عليه ولا على رموزه ده كلام مهم ونقطة نظام كان لابد منها في البداية لكن خلينا نشوف أبرز ما في الحلقة من عنوين الأستاذ تلميز طب إزاي؟ الأهلي وأزمة التحكيم قبول الاعتذار فضيلة أم فريضة؟ رسالة ما بعد التزكية وأخيراً انتخابات الاتحادات الرياضية وأبناء النادي النهاردة الاتحاد الأفريقي قبل قليل قلص عدد المتسابقين أو المرشحين باشماندس في الجوائز يعني قلص عدد المتنفسين على جائزة أحسن فريفة أفريقيا في العام 20-24 إلى خمسة أندية فقط الأهلي والزمالك ونهضة بركان المغربي والتراج التونسي وماميلو دي ساندونز الجنوب أفريقي كانت بتضم القائمة قبل كده عشر أندية شال عشرة وسب خمسة دول اللي هيعلن منهم الخمسة دول اللي هيعلن منهم إن شاء الله تعالى أحسن شال خمسة وسب خمسة آه فالخمسة اللي داخلين السبق في الجائزة اللي هتكون إن شاء الله في الحفل اللي هيقام في المغرب فيها الأهل والزمالك بطلاء الدور الأبطال والكونفدرالية في نهضة بركان المغربي والتراج التونسي وماميلو دي ساندونز الجنوب أفريقي كمان لجائزة أفضل لعب داخل القارة كان وصل لعدد عشر لعيبة قلصهم إلى خمس لعبين فقط ما شاء الله منهم ثلاثة مصريين والثلاثة منهم اتنين أهلوية حسين الشحات ومصطفى شبير في القائمة ومعهم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك يتواجد في القائمة البركيني إسوفو دايو لعب نهضة بركان والجنوب أفريقي رونوين ويليامز لعب ساندونز في القائمة المختصرة اللي قلتلكم ضمت خمس لعبين فقط هيتم اختيار الأفضل منهم في الحفل اللي هيقام في المغرب الشهر القادم إن شاء الله الأهل طبعا تواجد قبل كده ست مرات في جائزة الأفضل في أفريقيا كونه طبعا بطلا لدور الأبطال ومتواجد في النهاية على طول هذه المرة مؤكد فيها منافسات لكنه مصطفى شبير وحسين الشحات وجود قوي أنا الأول عز علق على فكرة الخمس أندية منهم نديين من مصر مصر الوحيدة اللي ليها نديين قائمة أفضل لعب الخمسة فيهم ثلاثة مصريين مصر اللي ليها ثلاثة مصريين كيف وصلت هذه المكانة لمصر ونتاج منتخباتها هادي احنا شايفينها نتيجة شغل الأندية اللي قلنا الحلقة اللي فاتت اللي الناس عملت تسفه من أداء الأندية المصرية ومن إدارات الأندية المصرية وليس ثمت نجاح إلا من خلالهم يا جماعة إن ما كناش كلنا حنحط إيدنا في إيد بعض صرف النظر بقى أو بقى فيه مجلس إدارة جديد لا نعلم عنه شيئا بخلاف المهندس هنا بريدة والأساس خالد الدرندلي ولكننا نأمل الكثير لأن المهندس هنا بريدة في الآخر مسؤول عن اختياراته هو نجع بقيمته بالتسكية إذن هي اختيارات ويعلم جيدا توزيع الأدوار إن فيه توازن في الأدوار الفنية والإدارية والإقصادية يعلم هذا حتى على مستوى وصعيد العلاقات العامة اللي هو بيغطيها بنسبة كبيرة مع الإتعادات الدولية والقرية لكن احنا مش هنكتفي بنجاح الأفراد المراضي في اتحاد الكرة كلنا عايزين نشوف خطة لمصر واضحة المعالم تأخذ بيد الأندية وتتفهم لمزيد من النجاح عايزين نشوف مسابقة برغم كل عيوبها هي الأكثر تشويقا في المنطقة مشوقة جدا رغم خلوها من نجوم مبهرة لكنها فيها تنافسية فيها جيل صاعد عمال بيعبر عن نفسه كلهم وتاني نكتشف مويبة للعب الدولي في ناشئين يعني مش عايزة أقول أسماء فرصة زهبية للجهاز الفني بتاع منتخب مصر كابتن حسام ومعه الكابتن إبراهيم إنه في الفترة الجاية دار يدي فرص ونكتشف من خلالهم نجوم جدد أستاذ إبراهيم الكرة المصرية تستحق هي وقت مكانة بس بطريقة بشغل أندية عايزين شغل مخطط هتجد مصر دي في حتة تانية إن شاء الله مصر طبعا المنتخبة هيختتم تصفيات الأمم الأفريقية بكرة في لقاء مع بوتسوانا في ختام لقاءات هذه المجموعة في التصفيات اللي نهاياتها هتتلعب في المغرب ديسمبر 20-25 إن شاء الله التأهل تم في معظم المجموعات يعني هنلاقي تونس وجزر القمر في المجموعة الأولى تأهله المغرب والجابون في المجموعة التانية مصر وينتظر المينيا تأهل معاها موريتانيا ولا بوتسوانا نيجيريا من المجموعة الرابعة الجزائر وغينيا الاستوئية في الخمسة السادة فيها أنجولا السابعة الكودوفار وزامبيا التمنى الكنغو الديمقراطية التاسعة مالي الكاميرو المزمبابوي عن المجموعة العاشرة وعن الحداشر جنوب أفريقيا وأوغندا تأهله والسنغال وبركينة تأهله على المجموعة الـ 12 مفاجأة صارخة دا ترتيب مجموعة مصر زي ما حضراتكم شايفين غياب غانا في مفاجأة صارخة أول مرة بتايل غانا بعد 21 سنة من التواجد دايما في البطولة اللي هي بتنافس بقوة مع مصر على الرقم القياسي في إحراز مرات الفوز بهذا اللقب لكن واضح أن الكرة مع البلاك ستارز بتتغير كتير مباراة المنتخب مع الكودوفار كان واحد من اللعاب المجدين فيها جدا وصاحب الهدف والاستحق التحية طاهر محمد طاهر طاهر ما شاء الله بيقدم مردود مع المنتخب ومع النادي يستحق التحية عليه لعب عنده قدر عالي جدا من الرغبة والإصرار والروح العالية وعازل نفسه عن أي مؤثرات عكسية ممكن تشده أو تؤثر عليه بيتمرن كويس قوي واخد ثقة الميستر كولر واخد ثقة حسام حسن بيحظى أباش مهندس بتواجد مؤثر جدا دلوقت شوف تدريجيا كده تم دفع بمرموش من أم كيروش واستمر نجمه فيه تصاعد لحد ما ثابتة أنه أحد ركائز مهمة جدا لللاعب المصري في أوروبا ومن ثم عنصر من عناصر المنتخب الأساسية نتمنى تكرار هذا الأمر حتى لو على المستوى المحلي يعني وكابتن حسام يعني لازم زي ما احنا أحيانا ننتخب نشيد لما تقلق طاهر ضمه وكاد فرصة في غياب نجوم الصف الأول وتريز جي أنه يشوف عناصر جديدة ثابتة أن طاهر لعنصر يستعيد مستوى اللي توسمه فيه النادي الأهلي وجابه على أساسه ومن عناصر مهمة جدا في الكرة المصرية ودي بتقول درس لكل ناس ما تسيبش حاجة تحبطك اللعب ده فيه يوم ما اتغير وعيط نزل الملعب حتى رجل واليمين وطلع بالشمال ما عملش حاجة دموع نزلت لكن كان الدموع الإصرار الإصرار على طب حوريكو بقى هو ده لما يكون كويس أحط مصيري في إيدي أفرد نفسي على الجميع ونهارة طاهر بدأ جمهور الأهلي يتعلق به بدأ يشيد به بدأ يدافع عنه لأنه شاف منه الإيجابيات حتى فيه لعب جديد في الدفاع ربيعة بتاع سموحة بنيان قوي الناس كلها بتشيد به لو قدر يكرر نفس الأداء ممكن نقول المنتخب والكرة مصرية هتكسب حد ما شفنوش قبل كده في منتخبات ولا محدش تذكر يعني صحيح إذن تكتشف أنه والد وبيقول لك أنا سمته ربيعة على رامي ربيعة ما فيه فيه شبه على رامي آه فيه شبه وهو بيحب الأهلي يعني لكن عايزين نقول أن الأندية مزالت هي اللي شالها كرة مصرية على عكس أي مكان في العالم وإن كان ده يحدث فيه مثلا أسبانيا بس بيطلق أي مرضودة على المنتخب الأسباني مغود قوي فرنسا نفس الشيء إنجلترا الدوري أقوى من المنتخب لأن فيه معظم التقلق عن طريق الأجانب يا رب كل الخير للكرة مصرية دعوة إلى الالتفاف حول الاتحاد الجديد نربي بقى رواسب في كل الاتحادات رواسب الانتخابات فكرة أن مين معايا مين ما كانش معايا دي ليه حسبات دقيقة جدا وساعة هنجلها وساعة فيها أندية بتبقى محرجة من مرشح وقفها ساعة ما عندهش معلومات كافية لكن في كل أحوال من ينجح هو ممثل عن كل الأندية إيه اللي وقفوه معاه وليما قفوش معاه لصالح الرياضة المصرية طيب بالمناسبة بنين والسودان تأهالة منذ قليل أيضا لنهايات كاس الأمم بالمغرب المهندسة عدلي أشار إلى طاهر وروح طاهر وحالة التحدي الكبيرة اللي كانت عند طاهر محمد طاهر بالمناسبة أشاد بيه اتنين من مدرب المنتخب السابقين كابتن حسام البدري والكابتن شوق غريب نشوفه نقلة كبيرة اللي هو راح للنادي الأهلي حاس بضغط أو رهبة شوية عنده منتاليتي كويسة جدا بيتمرن بشكل كويس جدا مستمع بشكل كويس جدا بيحترم الجهاز الفني بشكل كويس جدا وده اللي كده من احنا خلال الفترة اللي طاهر مكنتش بلعفية ما سمعناش فيه أي مشكلة بل فيه أوقات كنا بنسمع أنه هو ممكن مرة بكى مرة وده دليل النجواء إسرار كبير جدا وفي نفس الوقت تحفظ واحترام للمنظومة نفسها اشتغل على نفسه زم ببركات بيقول كان عنده إسرار الرهبة راحت المدرب شايف كل الكلام ده أصرع على أنه هو يدي له الفرصة أما جات له الفرصة وتحرر من كل الأشياء دي ابتدى التحرر ده يزهر مصاب شكل وربما معرفش تهوفاني أو لا أنه برضو هو استشعر أنه كولر حاطت كهرباء بعيد شوية وبالتالي ما فيش راس حربة غير وسام فربما يكون هو التاني معرفش هالممكن تكون دي برضو في دماغه فشال ده أوي لا أولا وفعلا زم أنت بتقول لك كابتن حسام وكابتن بركاتك يجب مع طاهر طاهر لعب مقاتل أصلا طاهر طريقة لعبه تدربته لعب مقاتل فعلا يعني لعب مقاتل ما هو لعب إيه مش من اللعبة اللعبة الشيكو والسكينة أو لعبة مثلا المهرية الأوي لا خط جربة احترافية هو صغير ورجع تاني مصر بسيطة بسيطة ورجع تاني في فرنسا طير عنده المكونات اللعب كبير لما يجي بقى يحس أن المدير الفن في فرنسا آه في فرنسا لما يجي يحس بقى يا كابتن متاح أن المدير الفن رغبه ورغب أنه يلعب وبيلعبه وبيديله في وقت مثلا كان في حد حاجات طلقت أنه هم عايزين يستغنوا عنه عايزين يلعبه عارف ورمي ربيع عزو حان الله يعني شوف لقى بقى لقى المدرب اللي يحتضنوا آه فكان لازم يعمل كده وانا عارف أنه قعد برضه مع كتخطيب قعدة آه ودي منه يعني آه أن الأعدة دي برضه يعني أنت موجود في النادي والمدير الفني عايزك حرروا حرروا بقى حرروا بقى حرروا بقى شوف أن تحط نفسك في المكانة دي بدراعك ومجهودك وأن المدرب يعترف بيك أولا لها مجموعة من المؤشرات بيتقول أن اللي زي رامي ربيع واللي زي طاهر محمد طاهر الناس كانت شافة أنهم بعيد قوي وأنهم يكادوا كل الاثنين برر حسابات فالاثنين يفرضوا نفسهم رامي النهار ده أحسن مدافع في مصر رامي ربيع وطاهر محمد طاهر الناس ما بتفصلش فيه دلوقتي فده معنان الاثنين دول من أصحاب الهمم والعزيمة والقدرة لما يحطوا في دماغهم التحدي وتنطلق القدرات بتاعتهم تتوزف صاحل الفريق فتنجحهم وتنجح الفريق لكن قبل كل هذا بتدل على عدالة المدرب ما هو مين صحيح هما نجحوا مع مين جايين من بعيد كان ممكن جدا يريح دماغه ويركز على النجوم وقتهم وده رسالة للباقي يا جماعة اللي فاهمين الراجل ده بيحبه بيكره آه هو بيحبه ويكره هي حب الملتزم المجتهد اللي بيتمرق وبيديله فنين اللي هو عايزه وحيكره اللوك لوك وبتاع الممتعد المؤلاء واللي هو كل علاقته موهبته زاد الجماهير حلو ان يبقى ليك علاقة بالجماهير من خلال اداءك مش من خلال مغازلتك للجماهير ام مغازلتها ليك ما تعتمدش قوي لان الجمهور في الاخر عايز اداء لو فضلت تتغازله ومفيش اداء حتبص تلاقي تدرجيا انت بعيد عن الصورة وغيرك بياخدها دعوة الى كل نجوم الاهل والاهل كله نجوم والله انت لما بتقول كتير ما بختلف معاك برا الكواليس اما بتقول اخطأ في التشكيل بقول لك في الاهل ما فيش خطأ في التشكيل لانه كله نجوم يجب ان يؤدوا لانه كلهم على قدر عالي جدا لكن فيه نجم يديك اللي انت عايزه ونجم ما ديكش اللي انت عايزه فبيخزلك فالخزلان بيباني ان فيه خطأ لكن لما كل النجوم يدلوا عندهم ويلتزموا مش هتحس بان فيه مهما كان التشكيل فيه خطأ في التشكيل ده كلام مهم جدا ويبقى تقلق طاهر وروح طاهر العالية جدا وإشادة الجميع به من خلال أدائه في المنتخب الوطني رسالة لكل اللاعبين فرصتك في ايدك وتقدر تاخد حقك بنفسك نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد وإحنا بنتكلم على المنتخب الحياة في مباراته مع الرأس الأخضر برة كانت الأرض الملعب سيئة شوية وطبعا كون إن هي على نجيل صناعي وكون إن كان فيه تحاسوبات وتخوفات كتيرة من إصابة بعض اللاعبة ناس كتيرة أخدت على المعلق الرياضي الكبير علي محمد علي إنه الراجل قال لك كنت عايزين محمد صراح أو مرموش يجي يلعب هنا إزاي فالناس فهمتها باش مهندس إن فيها تمييز وكأنه هي ما تتقلش أيها لإنه كل اللاعبة دي غالي علينا بالضبط لا عايزين نعرض نجوم الكبير برة بالخطر ولا يليق إن إحنا نقول ما هو يعني لحد من دول اتعور بطوعنا بقى مش مشكلة ما يساحش لأن أي واحد عندنا دلوقتي قد يكون هو النجم القادم برة بصرف النظر عن أي حاجة دول ولادنا وصرواتنا كرة القادم المصري أهي أفضل لاعب في أفريقيا موجود ثلاثة بيلعبوا في الدور المحلي ومتقلقين ده منهم واحد ما بلعبش يعني بشكل أساسي في المتخب مصطفى شبير ولكن بالنظر إلى دوره وقتها في البطولة ما أنا بقولك في دور الأبطال في دور الأبطال وموهبته اللافتة صحيح وشخصيته ما شاء الله اللي أثبتت إنه لا ده بتاع الموعيد الكبرى يتراشع لأحسن حارس يتراشع أحسن حارس أحسن لاعب أو أحسن لاعب بصرف النظر يعني مرشع في دي وفي دي وهو يستحق ربينا تديله على قد نيته الولد ده صحيح لأنه إنسان سليم النية ومشاغل نفسه بالسفاسف وإيده عنده نضجه مبكر ما شاء الله عليه لا سلامة بص يا أستاذ أبراهيم مش مسألة نضج ما أنت ممكن تبقى نضج بس بتشعر بنعمل غيرة نضج لكن أنت شعر بأن المنافسة دي حافز ليك وأنت تقدر اللي بتنفسه هي دي الطوية السليمة ما نفسيتك تبقى متأسسة صح ده بني آدم على خلق رفيع صحيح وربنا ستديله على قد نيته بإذن الله إن شاء الله حسين الشحات ظلمة كثيراً في قيمته كلعب كرة ظلم أحد الظواهر الكروية في هذا الجيل بما يملكه من خبرات من موهبة في أي مكان ده لعب بكرايت يا راجل ولعب هافرايت ولعب صاني على العام ولعب ونجرايت ولعب ونجليفت وفي كل مركز بصمته وضع بصمته أنك تقول هو أفضل واحد الحتة دي أي ما شاء الله حسين الشحات عندما يركز لا يطوله أحد في المهارة وجمال اللعب والأداء والتشميس والطرئيس واللعب بص كابتن بركات ما فينا مازل كده بتقول أن اللعب ده وماشى مختلفة من ناحية الشخصية والإرادة والموهبة والمقدرة والقدرة على الإفادة كابتن بركات الله يدي له الصحة مؤمن زكريا النهاردة حسين الشحات أطعية واحدة فيها أطعية في طريقة أن يمتعك ويكسبك وتعتمد عليه في أي لحظة في أي مكان أنك تحطه بتلاقيه في الحطة الصح فلما بتلعبه بيدي جمال ورونك للملعب كيمة صفقته يا ماش مهندس كانت ضغط عليه ظلمته ظلمته هو هو مش مفروض أصلا هي جات في لحظة الصفقة دي حتى لحسيت أنك دفعت زيادة توقيتها هو كان الراجل بلعب فينال البطولة الأفريقية أمام ريال مدريد وهدف البطولة واخد بالك فأنت كل ما يجيب جونت خنته بترتفعوا العين بالعين عليه العين أه لا عرفوا عنده إيه فأنت جبته في لحظة أعلى توهج له أنت ما جبتوش هنا من مصر لو جبته من هنا من مصر كان ممكن يبقى بليون دولار أو حاجة زي كده كنت حتقدر تجيبه سبته لما تقلق جدا وبعدين سعر عيلي أب أه سعر بس هو جاب سعره مرة واثنين وثلاثة وعاجه أقول حاجة الراجل دي علاد دي أنا كان له أكتر من سبعمائة وخمسين ألف دولار تنازل عنه وقتها عشان نديل كان له عند العين أيوة تنازل عنها سبعمائة وخمسين ألف دولار قال له أيوة مكافآت وحاجات كده وقال لهم خلاص أنا بس عايز يروح لها هو أنه يضحي ويسيب عرض العين والمجد اللي كان عايز ما هو عايز فلوس كان كامل كان كامل أه وهو خد فلوس أصل فكرة عايز فلوس ما هديك كلمة اللي يقول لك طب موحكيها كابتل لا أي نجم في مصر أحترف لو أنت هاوي هنا في مصر هاوي ب12 مليون وب10 مليون وب7 مليون وب8 مليون هاوي 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 لأنك بتاعتصار على مزاجك وتلعب على مزاجك وتبوز على مزاجك وتبوز الشعار وقت ما تحب وتشاول اللي بمره وقت ما تحب وتكسر التعليمات وتخش كل ده أنت عايش حياتي اللي هو وتتميي تتمتع بمزايا المحترفين هاوي بفلوس النظام الكرة في مصر لازم يباكيج واحد انت بطم دي وحننفذ اللي اللي بيحاول يقرب لنموزك ده على قدم ما يقدر لكن طبعا حالة السيولة والمناخ العام طبعا المناخ العام واللي عيبة بتجدها خارج النادي القالي بتشجع البعض اللي هو يعني ما يكونش عنده الطموح الواجب انه يحقق بطولاته ومجاد انه يقولك علينا مين ده بايه ما نروح لحياتة اللي عمل فيها اللي أنا عايزه ده كلام مهم جدا طيب زي النهاردة ولكن سنة تسعة وتسعين الف تسعمية وتسعين كمان طيب ستاشر نوفمبر الف تسعمية وتسعين الاهل بيكسب الزمالك واحد صفر بهدف علاء عبدالصادق أنا الشخصين بستمتع بالفقرة دي بتفكرني بحاجات الواحد يكاد يكون نسيها ونجوم جمال وكبار بأهداف جميلة عندك حقيقة تانية في مثل هذا اليوم طيب في مثل هذا اليوم الفين وثمانية طمانتاشر نوفمبر الفين وثمانية الحقيقة الاهل بيرجع من مدينة جروة في الكاميرون بكاس غاليا لقب في دور الأبطال الرحلة كانت صعبة جدا المنافس كان قوي جدا والقطن الكاميروني المباراة دي يا جماعة في مدينة جروة معقل عيسى حياته ما سقط رأسه بل إن الاستاذ بتاع كوتنس بورت اللي تلعبت فيه المباراة أنا كنت موجود فيها قريب من بيت عيسى حياته فعيسى حياته وقتها رئيس الاتحاد الأفريقي عازم الحكومة الكاميرونية وشاكله صادم بحبه مدينة جروة مدينة فقيرة قوي مدينة مسلمة فقيرة جدا أنا فاكر شكل الناس حتى في المسجد اللي كان في الفندق بيجوا يصلوا لما عرفوا بعثة الأهل موجودة وكان فيه إقبال كبير على الأهل يعني الكرة بنسباله مهمة جدا بس الأكواخ اللي كنا ساكنين فيها أنا متأكد أن الدكتور محمد شاوي وخالد درندلي وخالد مرتاجي دلوقتي لما هيسمعوا الكلام ده هيفتكروا والله يرحموا كان العمري فاروق كمان فيها تفاصيل كان رئيس البيعثة كامتر حسن حمد بس البيعثة شافت منه الصعوبات والمشاكل الغريبة اللي خفف منها التاني يوم أنه الأهل يكسب كاسل دور الأبطال عيسى حياته جي ليلة المباراة عرض على الكابتن حسن شاف المنظر بتاع الفندق المتوضع قوي فطلب أن الكابتن حسن يروح يقيم عنده في البيت فقال له لا 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 أنا موجود مع البيعثة وصمم يفضل موجود في معاناة بقولك كانت مملكة النموس أنت عارف أعدت الكابتن حسن تخلي ما فيش لعيب اشتكي فاز الأهل يوميها بالكاس البطولة اتعادل اتنين اتنين هناك أحمد حسن وشهادي محمد وكان فاز في مباراة الزهاب 2-0 بهدفي واق الجمعة وفلافيو رفع الأهل الكاس السادة في تاريخه لدور الأبطال فكر جون أحمد حسن ورجع من هناك بالأهل جون جميل أنا الجون ده ما بيطلعش من دماغي لأنه أولا هو ماهد الطريق أن الأهل كده ما يجيب جون هناك يبقى عايز ثلاث أهداف أربع أهداف يبقى الكاميرا عشان يقدر يشيل البطولة عايز أربع أهداف بصوا البطولة دي قبيتها يا جماعة في نزاهتها بجد لأنه انتوا بتتكلموا في رئيس الاتحاد الأفريقي المباراة جنب بيتهم عازم الحكومة فرقتهم مهزومة في القاهرة 2-0 الحكم الجزائري اللي أدار المباراة هناك ضربة جزاء للأهل بمنتقى الاحترام لا حد اعترض ولا حد يشكك ولا حد يتكلم ولا أي شيء وفاز الأهلي بعد هذه المباراة بس خلي بالك هي ضربة الجزاء دي أكدت الفود لكن 2-1 كانت تدي الكاس للأهلي صحيح طيب 17 نوفمبر 2012 فرحة أخرى للأهلي كانت البطولة السابعة في تاريخه في دور الأبطال فاز على الترجي في تونس 2-1 جده والحاوي وليد سليمان بعد ما كان الأهل تعادل هنا واحد واحد في برج العرب لو تتكره والبعض ظن أن هي بعيدة أو خلاص ضاعت لكن كان في رادس الأهلي له كلمة وأعتقد كان من المباراة القوية جدا نفكركم بالجنين جوان بمتعة والحاوي حاوي تبتقول لي سيد حمدي لو جيب الأهلي بدر شوية لو جيب البدري كان كان تطور هو كان عمل لنفسه أخرت عليه أنت شوية لما تأخرناش وجيه الأهلي قبل ما يخشي بأربع خمس سنين والله وقعد عندنا مدة بس بقى اللي شافوه قالك لسه بدري وأصلا يعني وجهت النظر تمال تسمح لي يعني فيه لعبة كتيرة تأخروا في انضمامهم يعني حتى حسين الشاحن هي بتبقى مرتبطة بإن اللي بيشوف مراكز على إيه ومرتبطة بالفريق الأول فيه مين في مكانه في وقته مهم ممكن كانت تبقى فيه لعبة واحد واثنين ما اقدرش عليهم منذ لكن سيد حمدي بذات أنا كنت شايفه عنده قدرات مختلفة كلاعم أنت شفت الباور بتاعه وقوة البدنيات بيلف باللعب وعنده رؤية وبيعمله وهدف فضلا عن هذا يعني هو في البطولة دي اعتخر جابه لين يعني يعني هو لعب زي بيقول كده ايه باللي هو فيه ما دخلش في سيستم ونظام الاهلي مدة طويلة كان من الممكن انه يبقى من اللعب اصحاب العلامة طيب بعيد بقى قوي لكن برضو ما هيكل الايام فيها مناسبات فرحة للاهلي في 19 نوفمبر ولكن سنة 54 الاهلي بيفوز على الزمالك 2-0 في الدوري هدفي سيد صالح واحمد مكاوي وطبعا دول محدش شافهم ما بنتكلم فاربعة وخمس سنة بنتكلم قبل ظهور التلفزيون لكن عموما دايما الاهلي في كل المناسبات والايام عنده فرص للسعادة والفرحة نطلع لفاصل وبعد الفاصل هو الاعتذار فريضة ولا فبيلة بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد قبول الاعتذار فبيلة لا فريضة بمعنى حد اخطأ في حق واحد فقبل اعتذاره مش معنى ان هو قبل اعتذاره معناها انه اصبح مفروض عليه يقبل اعتذار اي حد يغلط فيه حتى وان اختلفت المعطيات والظروف والشخص التاني بنقول ده ليه لان هي واقعة اترتب عليها كونسبت او مفهوم غريب شوية لازم يتناقش حفاظا على النادي الاهلي خالد عفتاح لعب النادي الاهلي باشموندس فجأة حط على الانستجرام بتاعه ستوري بيهن فيه مروان حمدي لعب بيرامدز بعيد ميلاده والاتنين كانوا اصدقاء لما كانوا مع بعض في سموحه خالد لاعب طيب مش مدرك المشكلة وما استوقفتهش خالص القصة بتاعة مروان وعدت عليه لكن ماءا ده نزل والغضب الجماهيري انتشر تدرك الموقف بسرعة اولا نتوجه له لوم شديد من الكابت محمد رمضاني المدير الرياضي كان هو شالي اصلا للصورة وطلع اعتذار لجماهير النادي الاهلي نشر عبر كل المنصات الرسمية للنادي لكل جماهير الاهلي وقال يمكن انه بيعبر عن تقديره الخالص لجماهير الاهلي واعتزازه الكبير بما لقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي وقال انه بيعتذر عما تنواله عبر حسابه بمنصة انستجرام بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة ويرفض اي مساس بمشاعر جماهير الاهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دوما خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من اجل انتصارات الاهلي هنا انتهت قصة خالد عفتاح هي بس انا عايز اقول نقطة صغيرة هو ايه اللي خل الموضوع مرفوض من قبل الجماهير والمسؤولي في النادي الاهلي فعلة الكابتن مروان مروان حمد انه الواحد يجي يقولك ما اعتذر هو اعتذر ولكن الحق لم يحصل عليه او الجزاء لم يحصل عليه ما هو انت لو كنت انت يعني بتعاقب على التصرفات يبقى اعتذارك هنا صادق لكن انت بتعتذر خوفا من العقاب ده موضوع تاني فما تتعاقبش هذا اعتذار يتصدق وما تصدقوش لكن بعد العقوبة لما تعتذر هذا اعتذار فيه صدق غالبا بيقبل والاعتذار هو المين مش للنادي الاهلي ده اعتذار في ده الجماهير اللي هي اكبر من اي حاجة في عناصر لعبة صحيح اهم يعني كل الكرة دي بتتلعب عشان الجماهير تشعر بالسعادة وتشعر بال لو احنا ما جبنا لهاش حوقها من اللي يغلط فيها هيحصل تمادي خلل في الميزان طيب انتهت قصة خالد عفتاح ولكن في نفس اليوم اللي الاهلي او انه خالد اعتذر لجماهير الاهلي وشال الصورة تلاتة زملاء في توقيت واحد وتقريبا بمعنى واحد زميل ابراهيم عبد الجواد والزميل هاني حتحوت وكابتل خلد الغندور تلاتة وارا بعض في شكل على طول في اتجاه واحد طب هو كده الاهلي مش كان قبل اعتذار امام عشور ما هو مروان حمد اعتذر اشمعنا مروان ما يقبلوش اعتذاره واصبح الحديث عن قبول الاعتذار كما لو كان فريدة استنادا الى انه الاهلي قبل اعتذار امام عشور وضم امام عشور فقالك هل ممكن يمكن البعض قفز على الاحداث وقالك هل ممكن نشوف كمان مروان حمد يلعب في النادي الاهلي في كلام فيه يعني تجاوز مبطن يعني لا لا ده تجاوز مباشر في حق النادي الاهلي اي والكلام ده لا يجب ان احنا لا نتقف امامه احنا عتدنا عليه من احد هؤلاء الثلاث لكن الاتنين التانين المفروض انهم ازكى من انه يقعوا في المطاب ده والتلقيحة دي وانت زي ما قلت لي وكان ناس كريبت بتوزع طلعه قوله كده ووحده الكلام ان اليسيء للاهلي يلعب في الاهلي طيب خلاص القناع وقع هي بقى حد فاهمني ان انا الرجل العلم ورجل الحياد لا خلاص القناع وقع لان انت موقفتش هذه الوقفة في اساءات كثيرة طالت النادي الاهلي من لعيبة كثيرة بل من لعيبة معتزلة البعض منهم لا تذكرهم احد موقفتش مستنكرتش انت بس عايز تحدف الافيه ده التلاتة انبسطوا او اننا متفقوا عليه وقالك طب كده بقى بما انه اساء للاهلي يلعب في الاهلي هذا كلام او حتى لو جابوها مشتترة ممكن نشوف مروان في الاهلي هو مروان مشي من المصر ليه لانه سبق جماهير المصري وهو في المصري طيب انت هو سبق جماهير الاهلي وخارج النادي الاهلي هذا حق مين نمر واحد لا يملك النادي الان يعني تناظر الحق جماهير جماهيره والموقف ده بيلوط تصرفات للعيبة تانية هي الجماهير هي المستائة لان الموضوع يمساه بشكل مباشر اكتر ايه فاذا كان المقصود يعني انك ترمي فيه وتلقيحة غير مقبول لدرجة انك انت بقى ما تفردش انك انت هما يعني بعضهم قد يعتذر بعضهم حي حيولك سوق فهم وبعدهم يقولك خدتونا في حتة تانية فيه منه من الشطرة في الحتة دي يعني لكن ما حدش يقدر تشطر على الرأي العام سهي طيب بصوا جماعة منحس بس فكرة الناحية الاخلاقية في حتة قبول الاعتذار وامام عشور لما اخطى اعتذر بعد ما عوقب يعني اتحاد الكرة عقبه تقريبا 12 او 13 مباراة اذا حدث العقاب ثم الاعتذار واعتذار صريح في كل وسائل الاعلام بما فيها قناة نادي الزمالك وهو في الزمالك مروان سب جماهير النادي الآلي بأسوأ وأبشع لفظ ممكن حد يشتم به انسان وتقال على كل الشاشات ورغم فداحة اللفظ ومش عايزة استخدم لفظ اسوأ من كده شوية الا انه حتى الان اتحاد الكرة ماخدش قرار ولا ندي ولا ندي اعتذر عن اللي حصل ولا لجنة الانضباط اللي احيل اليها اللفظ الخادش اللي لو اتقال في الشارع الناس هتول عين اقول لك انا حاجة هنا في الحطة دي لو نبس اصد زفراهيم عليش اصد ده حاجة بتوريلك الليلة اللي احنا فيها ندي عشان يكبر الموضوع راح قد بين شكوى ان الدكتور سعد الشلبي وان مش عارف اعضاء مجلس الهدارة محمد الجرحي ومحمد صراج قال كذا وده كتب كذا اي حاجة اي كلام لم يقم عليه الدليل حتى ولم يكلف يعني اللفظ اللي قاله مروان صوته صورة ورددته ولم يتم الاعتذار عنه وراح لجنة الانضباط لجنة الانضباط هنا كمان يقول انها خدت عقوبة خدت عقوبات على الاطراف دي عشان يبقى لكن خلينا نقول انه مش حاجة علينا ماهو ماعلنتش ليه لان الاتحاد مش مقتنع انك تعقب لدول بان واحد قال جاي حكلك اللجنة سكتت ليه اللجنة عملة هذا الكلام عشان يبقى فيه توازن في العقوبة طيب عقوبتها ماعلنتش يا سيد إبراهيم ما ليش دعوة انا لي دعوة انك انت كلجنة بتقيم القرار على مستندات وتحقيق وادلة ولا على تقويلات مفروض دليل طيب دليل لما تعملها بدون تحقيق يبقى انت على تقويلات عملتها ليه على تقويلات عشان عارف الاتحاد هيخدها ويحطها في الدرج لان فيه حاجات غير مقنعة انت عقبت اطراف ما لهاش انك تيجي نحيتها واخد بالك تم وقد المشكلة يبقى حتى الراجل ده لم يعقب هو اعتذر لكن انه دي حتى لم يستنكر يعني حسين الشحات لما عمل الموقف بتاعه انه دي كلنا قبل ما يغيروا لا كلنا قولنا ايه اللي عمله حسين دي قبل كل متدين من حسين انه عمل كده ماناش دعوة الطرف اللي قدام وحقه ايه بصرف في النظر لان لا ما يتعملش كده ما يتصرفش اللعب كده اه وعقوبة مغلظة مغلظة من نادي الاهلي اكتر من احد تاني مع عقوبات متفاوتة من اتحاد الكورة اي ورغم هذا راح المحكام المحكام طيب النهاردة جمير دي يعني مطلوب منها ان تودي حد المحكام بهذا الكلام راح في ناس رفعت بقدمت بلغات اه ما هو انت اتطرتها لكده اه غلق احنا مش عايزين نعيش هاد المناخ يا أستاذ براين ما تسيبوا الدنيا طبيعية مرة نحاس بها طبيعية مش يطلعوا اه علمين كبار يقولوا هذا الكلام بما انه شتم بقى ما يروح الاهلي بقى ممكن يروح الاهلي طيب عشان الربط الخاطئ تماما بين وقع الده ووقع الده وقع لم يتم العقاب فيها ولم يتم الاعتذار عنها من قبل نديه واتحاده الكورة ولجانه محدش حرك ساكن في وقعة مروان وقعت امام هفكركم باعتذارات امام عشور المتكررة وقتها قبل ما يفكر ييجي الاهلي او يفكر الاهلي يفوضوا امام عشور بيعتذر للاهلي وجماهيره ووليد سليمان على الهواء نفكركم رسما وبعد ذكر لله تانية على الهواء ان انا ما كانش اقضي ان حاجة زيدي تحصل وبعد ذكر للنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي حصل ممن ان انا ما كانش اقضي ان انا اعمل حاجة زيدي واكيد مع الوقت بتعلم يعني بتعلم من أخطEC بها عmp بني بني قدم اللي عنده دم اللي يعمل حاجة محدش معصوم الغلط يا سيد زبراهيم أما المكابرة في الخطأ هو دي الجريمة رمز جلال في برنامجه استضاف إمام عشور وقتها فاعتذر برضه أول حاجة لازم تعتذر لكابتن بيبو وش كده على طول قدامك كاميرا قولها بأسفة كابتن بيبو كابتن بيبو تاني حاجة كابتني ده كابتنك صح؟ أنا أسفة كابتن مين لا ألد أسفتها بجده ألد أسفة زعلان هو ألي أسفتها بجده لا ألد أسفة كابتن وليد سليمان جدع أنا أسفة جمهور الأن بسرعة أنا ألد أسفة جمهور الله جدع أمام جدع حيجوا عدوا يقول لك يا سيد ده برنامج وده متمالي بتعلقة عندك أنت حاجة بقى اعتذر بشكل بوه شهر كابتن وليد سليمان إمام عشور مع كابتن أحمد حسام ميدو برنامج زمالكاوي سك اعتذر إمامه هو في الزمالك كابتن وليد طبعا أخيك كبير والموقف بس اللي حصل كان شدت ملعب وأكيد أنا تعلمت شدت ملعب يعني كنا مشدودين شوية كابتن ونهائي ومطشي كان صعب والأحصاب وكده يعني حاجة كانت غصبا عني لا رضيها ما كانش قصي لا الموقف ده لو تعد قدامي مت مرة كابتن أنا عمري ما أعمل كده طبعا طبعا وأنا زعلت من نفسي طبعا جابتن وحتى أهلي زعلوا مني يعني أهلي زعلوا مني في الموضوع ده من يعني والدك تكلم معك أكيد زعلوا مني فضلوا فترة أصلا كابتن ما يكلمونيش بسبب الموضوع ده يعني فضلوا فترة قايم من أنك تعمل كده أيوة طبعا كلموني بس أنا فعلا كابتن أنا ما كانش قصدي والله ما حسيتش بنفسك لا لا ساعتها ما كنتش حاز في كده كابتن والله وكلمت طبعا كابتن وليد كلمت كتير آخر معسكر الموضوع ده كلمت كابتن شناوي وتوصلت مع كابتن وليد وكابتن هو يتكلمني وما فيش أي حاجة ما بيني وما بيني كابتن وليد خالص وثلوا ما تزعلش ما فيش أي حاجة كابتن أنا باحترمه وهو تاريخ طبعا تاريخ في النادي الأهلي كابتن كبير وما فيش أي حاجة ما بيني وما بيني كابتن وليد وبعد زر له تاني على الهوى إن أنا ما كانش قصدي إن حاجة زي دي تحصل وبعد ذلك لنادي الأهل وجمهوري النادي الأهل يع Ramallah حصل مني أن أنا ما كانش قصدي أن أنا أعمل حجة زي دي وأكيد مع الوقت بتعلم بتعلم من أخطاي والله بص امامها بص ممكن تكون من أهم الحاجات اللي بتحصل لك في الكعير بتاعك وفي حياتك اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي أنه كلنا بنغلط كلنا بنغلط كلنا واحنا بنلعب وأنا بدر أدرب وأنا شغال إعلامي وأنا أب وأنا بنغلط أهم حاجة نعمل نتعلم من أخطارنا ونبقى عايزين نوصل لرسالة الصحة مفيش طبعا مثالية بس نبقى نوصل لرسالة الصحة ومهم جدا أن أنت معايا للعلاقة ما بين لعبة الأهل والزمالك إزاي لعلاقة طيبة والعلاقة كعيسة وجوه المنتخب أنتو بتشيلوا بعض ولو حد محتاج حاجة أنت أول واحد بتبقى جنبه وده شفناه لما عمر السلية جاب الجنف نفسه في الكاسة العرب أول لعيب بيوصله زيزه بص يا أستاذ إبراهيم اعتذار واضح متكرر لدرجة أنه قال لي بيتي كانوا زعلانين مني متربي يعني هم قالوا إزاي تعمل كده ديفو الشين إحنا كمان فكرر والخبرة وعدم الخبرة بعتذر مرة واثنين وثلاثة مش عامل كده تاني يعني بكل وسائل اعتذار هو هو في نادي الزمالك أيوة وما كانش ما تروح خالص لا هيروح متلند ولا هيجي الأهلي لكن أحيانا الخطأ العقل الجمعي خليك تشارك في خطأ في فورة كله بيهيه هسر داي المظاهرات أيوة اللي يرمي طوب تلاقي واحد مالوش مش نال من بيته منه ويرمي طوب يمسك طوبة يرميها السلوك الجمعي فعلا وبعد ما روح يقول إيه اللي أنا عملته ده حاجة لا طليق واخد بالك فليقدر يعتذر فيه توبة حقيقية أمام الكاميرا وغير متكررة وبعد كده دراح مرة لوليد سليمان البيت البيت أو المستشفى حاجة زي كده واعتذر له هو في كل اعتذر عدة مرات وهو في نادي الزمالي وهذا ما أقوله كان صادقا ما كان شي علشان ما يتعاقبش كانت عاقب وخلصت العقوبة إذن ما تقوليش ده وده لو مروان كان عمل كده كانت حتقبل اعتذر مش مني بقى الجماهير لو تعاقب لو صدرت العقوبة ما نقولك إيه الجماهير لو هو كلم الجماهير وجماهير حسد بصدقه حتسامحه إنما تليح الكلام يعني أسوأ أسوأ مشهد ممكن يتقال في اللحظة ده من من ناس بتطاقع منها إنها من قدرة الرأي طيب ده المقصود يا جماعة النادي الآلي لما بيتقبل اعتذر هو اللي بيتفضل بداه أو أي شخص حد بيغلط في حقه بيقبل اعتذره ده تفضل منه مش إجبار عليه ولو وحدة قياس تلزمه بعد كده إن كل حد يغلط فيه سامحه لا أنا اللي من حقي أقيم الطرف المخطئ الطرف اللي تجاوز في حقي المعطيات بتاعته ظروفه سنه وقعته مدى إحساسه بالخطأ مدى اعتذره عنه مدى صدقه فيه أنا بالنسبة لي أقبل أو لا أقبل لما أقبل ده ده مش معناها إنه ده شيك على بيضل أي حد تاني يغلط فهيعملوا بنفس المعاملة لا أكيد كل كيس كل حالة مختلفة بمعطياتها وظروفها وأحوالها إنما كمان إنه يبقى الخطأ في حق الجمهور فمحدش يملك إنه ينوب عن الجمهور ويسامح نيابة عن الجمهور لأنه اللفظ الخادش اللي ما زلت بقول جريمة حقيقية على اتحاد الكرة إن اللفظ ده يتقال في ملعب ويتسكت عليه بجد ما كانش ينفع تحت أي ظرف لا تقولي لا لجنة انضباط ولا لجنة بتاع ما فيش كده خالص ما فيش كده ما فيش الألفاظ دي تتقال في الملعب وما يتخدش فيها قرار إحنا محتاجين أربع شهور من 23 يولي لغاية النهاردة عشان نقدر نعرف اللفظ ده في ملعب نعيب ولا مش عيب هل ده كان ينفع هل اتحاد الكرة ده كان يسكت إنت تحل الانضباط ليه تحل الانضباط مين فيكم مش عارف إن الكلام ده فيه أبشع تجاوز في اللفظ المسابقات للمجلس الإدارة أي حد يطلع عقوبة ضد أي لاعب أو أي حد في المنظومة تصدر منه مثل هذه الألفاظ خاصة لما تعلن وتكون موجودة على السوشيال ميديا وعلى كل البرامج ما اعتقدش أبدا إنك لما النادي الأهلي يتصرف بهذا التصرف أو اللعب خالد عفتاح لما ينشر صورة الجمهور يشعر بالغضبة غضبة الجمهور دي رسالة لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط أنتوا ما جبتوش حقنا أنتوا ما غلطوش اللي أخطأ أنتوا ما عقبتوش اللعب اللي قال هذا اللفظ ففضل اللعب يطارد ويلحق بالصورة بمجرد مظاهر فيها مع خالد عفتاح لأن الناس ما حسدش أن اللي تجاوز بهذا الشكل تم عقابه الإعلام المفروض يكون حارس على هذه القيم وهذه الأخلاق في الملاعد مش فكرة مكايدة وزي ما عقبته ده طب قبلته اعتذار ده ليه لا الأهل حر في أنه يقبل أو لا يقبل وتاني مش معنى قبوله اعتذار إمام بعد ما فعلا ثبت أنه ندم جدا على خطأه أنه مطلوب منه يتجاوز عن أي خطأ لأي حد إيه المناسبة؟ هل مروان كان مطروع الأهلي والأهلي رفضوا علشان إيه المناسبة؟ أقحمت الأهلي في الموضوع ليه؟ أنت بدل ما تتوقف على أن فيه إجراء من إدارة الأهلي احتراما لمشاعر جماهرة تم اتخاذ وبناء عليه اللعيب تنبه إلى فعلته وبدل ما تقول يا مروان ما كانش ينبغي تعمل كده جا تقولي نشوفه بقى في النادي الأهلي مش هنشوفه النادي الأهلي إيه ده؟ إيه ده؟ ده كلام أعتقد ما فهوش لحد الأدنى من الالتزام الحقيقة نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد منذ قليل انتهى الاجتماع الفن الخاص بمباراة مصر وبوتسوان المباراة تبقى بكرة 3 إن شاء الله على الساعة 5 مساء في الجولة الأخيرة للتصفات الأمم الأفريقية المباراة تقرر أنه حيديرها طاقم تحكيم من جنبيا وفي الاجتماع الفني تقرر أنه منتخب مصر هيلعب بالفنيلة الحمراء والشرط الأبيض والشراب الأسود والفريق الضيف هيلعب بالفنيلة البيضاء والشرط الأزرق دي في ترتيبات هذه المباراة لكن بعد انتخابات اتحاد الكورة أو بعد ما أغلق باب الترشيح رسالة ما بعد التسكية المهندس هاني أبو ريدا وقيمته لم يتقدم ضدهم أحد فبالتالي دي القائمة الوحيدة المترشحة الجمعية العمومية 10 ديسمبر إيه اللي حيحصل فيها؟ إنه حتستعرض حضور 25% من النصاب القانوني يعني محتاج هاني أبو ريدا وقيمته تسكية 34 نادي يكونوا حاضرين في الجمعية العمومية؟ يبقى كده نجح رسميا لأربع سنوات قادمة القائمة اللي المهندس هاني أبو ريدا تقدم بيها هقولها لك باش مهندس معاه الأستاذ خالد الدرندالي نائبا للرئيس ومعاه في العضوية كله موجود جديدة لم يسبق لأحد منهم أن دخلت تحاد الكورة كعضو أو أي لجنة يمكن أحمد حلم الشريف كان موجود في لجنة الشرف على الانتخابات بتاعة 2016 فقط حمد الشيربيني مصطفى أبو زهرة طارق محمد أبو العنين وليد عبد الجواد محمد أبو حسين والزميلة الصحفية إيناس مظهر ده التشكيل بتاع مجلس الإدارة اللي تم التزكيته وينتظر قرار الجمعية العمومية في 10 ديسمبر أنت بطول لم يسبق لأحد منهم لأي ناس كانت موجودة يعني قبل كده موجودة في اللجان أو لجنة عالمية لا لا كانت موجودة لكن في مجلس درد ماشي أدخل بس عنصر من العناصر بنت كرة القدم والإتحاد المصر طول عمره بس مش هو ده مربط الفارس مربط الفارس أنا جابت وجهوه جديدة لكن اللي اختارهم يعلم أن لديهم من الخبرات ما يمكن أن تكون خبرات متنوعة وأن تضيف وأن تقدم الحلول مطلوب مزيد من التعريف بهذه الأسماء الوعيدة المواجزة أنا بريدك أنا قد طالب بالدعاء لا حنعمل أكثر ما هو من الدعاء حندي الدعم الدعم اللي هو هيه حننتظر ونناقش ونقدم المشاكل ونحطها أمام الاتحاد صاحب الحق في حالها ووضع النظام المستقر لها وإذا كان من حقينا ندي نصيحة نقولها تقبل تقبل ما تقبلش مش هنزعل بس المهم أن احنا ننور مشاكل قرة القدم التي ينبغي أن يعلمها أكثر من غيره كابتن هنة بريدة أنا أكيد أعرف منك رسالتك لهنة بريدة بعد التسكية بس بعد ما أعرف رأي صديقك كابتن حلمي طولان نشوف كابتن حلمي طولان عايزين من هنة بريدة وما في الشك طبعا للمهندس هنة بريدة خبرة كبيرة جدا ويعني تمرس في العمل الإداري كعضو مجلس إدارة الاتحاد ثم في الرئاسة ثم اتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي عنده مناصب رائعة الحقيقة يعني مهندس هنة من الشخصيات اللي أنا على المستوى الشخصي أنا بعتز به جدا وبحبه جدا وشخصية قريبة إلى قلبي وإلى نفسي وكون إن هو ييجي في رئاسة الاتحاد فهو الأفضل وكون إن هو يختار مجموعة غير معروفة للناس بشكل كبير برضو دي أحسن ودي أفضل أعتقد إن الناس دي تبقى جاية عشان تشتغل بس مش عشان تتمنظر كون إن يبقى معاه المهندس درندلي إنسان محترم قوي ورمي الجدير بإنه يكون معاه ويبقى يقود الاتحاد في الفترة ديت طبعا أنا متفع مع كابتن حلمي في تقييمه لكابتن أنا بريده كبنيها دم شخصي وراجل لطيف المفروض إن عنده من الخبرات من خلال ممارسات طويلة في الاتحاد الإفريقي وما كان رفيع في الاتحاد الدولي يكده كل وحيد اللي باقي من الشلة الأديمة في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي فعنده هل عنده النهاء وعنده النهاء وده اللي بيزعاد بقى من اللي زي كابتن هنا بريده أيوة الذين هيعلمون ويملكون التشخيص ولا يخدمون العلاج لا يعلمون ولا يعملون لا بيعملوا يعني هو كابتن هاني قال لهم ادعو لي ندي إلك ليه كابتن هاني ده أنت قادر إن حضرتك بما تملكه وعيش كتير يعني مش تجربتك في الكرة المصرية تخليك عايز لسه تتطلع وتستكشف ده فيه أوقات إلى عهد قريب ويمكن استمر الوضع خلال فترات المجلس السابق ما كانش حد بتنفس اللي بعلمه هنا بريده النافس وعندهم حق لما يكون جنبك وحد زي هنا بريده معقولها مش هتسأله في كل مشكلة وينبغي نكون عنده الإجابات لا ده ينبغي يكون عندك الحلول للمشاكل المستعصية اللي محتاجة اتصالات دولية مين غيرك؟ هل معقولة كابتن هادي؟ وأنت في الاتحاد الدولي الذي يلح ويصر ويؤكد على أهمية اللعب المالي نظيف ولا تستطيع أن تفرض هذا الواقع وأنت كنت مسؤول مرة اثنين تلات عبر السنين مهما كانت الصعوبات افرض هذا النظام أنت في الاتحاد الدولي شايف حرص والاتحاد الدولي اللي يقام بأكبر عملية تطهير في تاريخ الرياضة العالمية يخلص من أسماء ما كان حد يتخيلها من أول بلاتر والمكتب التنفيذي بالكامل تقريبا معادة هاني ودي شهادة أنه الراجل يعني نظيف حلو وبعد أنك نظيف لازم تضيف نظيف حلو وبعدين هتعمل ايه؟ بالضغاية والخبرة والممارسة والاتصالات والعلاقات والنظافة المنتج ايه؟ المنتج فيه هنا بريدة فقط طيب لأ أنا عايز هنا بريدة بقى ايوا لابد من تفعيل اللعب المال النظيف ليه؟ لما تقول للناس يعني اللعب المال النظيف انك انت ايوا أما تيجي تقول يعني برا لازم تقول مواردك من اين؟ ولا بد ان تكون موارد مستقرة منتظمة غير قائمة على التبرعات يعني بيجيش تقول أنا بيجيلي منح لا ما بيحطاش الاعتبار دي بيحط على الموارد المستقرة اللي معلوم مصدرها وما تديش التزامات على نفسك إلا في إطار ما تقدمه من أموال يعني ما يبقاش اقنعت او قدمت ان انا دخلي الذي ينطبق عليه الشفافة المالية ميت جنيه بس التزاماتي تلتميت جنيه مستحيل هذا التطبيق المالي النظيف طبق على برشلونة في عزو وعلى استمرار ميسي في برشلونة قالوا له منين يا حبيبي هتجدد للراجل ده ما أنا هتفعله دلوقتي وعامله زبت عن البدجر تبرعات ما تقوليش فين الميزانية اللي بتقولك هتتفع منك واخد بالك طيب ده كلام مهم جدا من المهندسة عادلي واكيد عنده كتير من تفاصيل بس ليه ليه لازم اقول ليه قبل ما تطلع فاصل لا مش هطلع فاصل ليه هروح للرأي حد تاني ليه ما هنروح ليه بيقولوا كده لان الرياضة بوابة سهلة لغسيل الاموال دير تماني بقى وحط فلوسك في العيب وبعدها هتقول تبرع من محب بجاءت له منين مش هيروحوله هيروحولك انت تبرع من محب لازم هو بقى يقول دي مقابل ايه التبرع ده ما يبقاش تبرع لا يبقى رعاية عشان باخد منه باكيج رعاية طيب هنا تقبل النوع التاني خوفا من ايه ان الفلوس تيجي من المراهنات وتلاعب في النتائج اذا انت الشفافية المالية بتمنع جرائم غسيل اموال والمراهنات وقد تطول المنشطة ده كلام مهم جدا وكلام خطير على فكرة مسه كمان وزير مالية الاهلي المهندس خالد مرتجي امين الصندوق نشوفه هل بتبصك امين الصندوق على ارقام اللاعبين والصفقات دلوقتي بحسنا كثيرا؟ مئة في المئة اكتر من المردود بكتير؟ لا مش اكتر من المردود بس فيه يعني انا عايز اتكلم برضو في حتة زيدي يا كابتن سيف النهاردة رخص الانديه النهاردة ما انت بتيجي تدي رخص الانديه ايه من ضمن الشروط بتاعت رخص الانديه؟ ان الاندي يبقى بيك سبعة وعلى الاقل بيكايت طب هل فعلا المضوضة تحاد الكرة من ضمن السلبيات؟ تتكلم في لويت ده برأة ابقاء وفي مصر اوه انت عملت ميزانية ليه؟ لا يا كابتن انت عملت ليه ميزانية مصر النهاردة الاندي اهلي ميزانية الكرة مستقلة ليه؟ مش عشان بيطلع عليها وانت بتقدمها وانت بتاخد الترخيص يعني انت النهاردة بيبقى نادي ما عندوش جماهير وخص مثلاً أو بمرتبات وبتاع أكتر من نادي الأهلي ومن نادي الزمالك طب وإزاي تدير ترخيص طب يعني بلاقي عليك الموضوع ده يمشي إزاي فبالتالي النهاردة إنك إنت في بعض حاجات بتخليك رصباً عنك إنك إنت بتغلي في سعر العيبة بتغلي في أرقام بتغلي إتا مع إن الأساس لو رديته لصحابه أو رديته للأصل النهاردة الأندية اللي ما بتكسبش أو على الأقل بتكيت أو ما بتعرفش مصادر دخلها دي بتيجي إزاي مفروض ما تاخدش ترخيص يعني هو كلام مهم طبعاً بيأكد على اللي قلناه الترخيص الترخيص هتمنع كل الكلام ده لو اتفعالت فيها على أساس معايير لتحاد الدولي هتقولي هتعمل درباكة في الآب بس الكلام ده بنقوله بقالنا 10-12 سنة وكل سنة نقول طلبنا مهلة استثنائية بتتراكم المشاكل اللي كنا طبقنا من 10 سنين كان زمان الأندية وفقت أوضحها على هذا النظام وكان زمانها قدرت تفعل وتنشط وتخلق موارد قائمة بميزانيات مستقلة يعني انت معظم الأندية وفي وقت ما كان النادي الأهلي تدارك هذا الأمر لما عمل الاستثمار والتصويق والرعايات والشركات وكده انه لازم لقى ميزانيته كرة تنفاصل عشان تبقى على قد دي تصرف لما يجي واحد يقولك من أين لك عايزة تقول له واخد بالك وهناك دعوة بقى عشان الناس برضو اللي يحبوا يعني يخلطوا الحق بالباطل ما قالك احنا لازماتنا مش عارف 16 واحنا دخلنا 9 مليون دخلك في الكرة كده بس انت بتجيب من رعايات وبتجيب من البطولات وبتجيب وعندك مصادر أخرى وعندك مصادر أخرى ميه علاقة بالنشاط وعلى فكرة دي كل مش كرة يعني دي تلتها هتلاقيها نشاط رياضي فانت لو انت حسبت بالكرة هتجد نفسك عندك الموارد المغطيات ورغم هذا انا بقولك اهو اذا كنت انت متشكك في ان النادي الاهلي لو طبقت عليه معايير اللعب المالي النظيفة وشفافية المالية ما تحط يدك في ايدنا وتعالن وطالب بتطبيق هذا النظام ما ده نظام التحدي الدول الاهلي يعدي الزمالك يعدي الاسماعيل يعدي اي نادي يعدي ايه اللي ما يعديش عايش سدي مهل تبقى مهلة محددة خلاص نبتدي من النهاردة ناخد موافقات مؤقتة يوافع عليها الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لانه عارف ان انت بنهاية موسم كذا ما فيش نادي بقى هياخد الرخصة الا زنطبقة على المعايير هزا اول خطوة في طريق الاسلاح وكتبق كلها ميزانات معلنة كل واحد يقدم ميزاناته اللي عايز اندمج مع شركة يندمج ودي حلول اللي عايز يجيب رعاه يلحقوا بقى كل مدينة لها فريق فيها رجال اعمال ورجال اعمال تقال جدا حطوا ايدكم فيهم ورعايات واستثمارات تكسبوا لانه دي يكسب بس يبقى فيه نية خالصة وفيه مؤازرة ووحدة وراء الفرق دي بتاعت الاقاليم تم تجربة الاستاذ محمد مصلحي في اسكندرية اهي مهو الراجل ماشي بيدين لعبتين كورة وكورة سلة وماشي بكورة وفرج عامر في سموحة يعني ولما تعصر شوية اسموح بعد ما بيعد فرج عامر لما رجع بدأ استقر هناك حلول لما رجال الاعمال تحط شغافها وتحط بقى ما تجيش تقول لي ما بيعمل تبرعات كل رجال الاعمال دول عارفين بيعملوا ايه هتبقى فلوسهم جزء من ميزانية الكورة عارفين يمولوا بكامه عارفين هيحصلوا على كامه طيب ده كلام مهم جدا لكن اكيد فيه رسالة اخرى الى هاني ابو ريدة بعد التسكية ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ورسالة الى هاني الى هاني ابو ريدة بعد التسكية شوفنا المهندس عدلي واتفق معايا المهندس خالد مرتاجي على حتمية الفرض لعب المالي النظيف وضرورة النظر باعتبار الى قضية ترخيص الاندية وتطبيق كل معايير الشفافية المالية حفاظا على المسابقة انا بس عاجة اتفق مع المهندس خالد مرتاجي في نقطة مهمة جدا جدا ناس بيقول لك نعملها ازاي ان الانفجار في اسعار اللعيبة اللي مش هيبقاله سقف وحيوقف عندها شعبية حتندسر بسببه عدم تطبيق معايير الرخصة اه مع النظام المالي النظيف لو طبقت اسعار اللعيبة لازم حتنزل طيب من الملفات المهمة التي تنتظر مجلس دارة اتحاد الكرة الجديد ملف التحكيم ولا اخطر من غياب العدالة في المسابقة عشان كده الاهلي وازمة التحكيم فقرة مهمة جدا تحكيم مشكلة جماعة ان انتوا تلاقوا فيه ازدواجية في المعايير وتلاقوا كتير جدا اخطاء تحصل من منافسين تنسب الى الاهلي بوضوع اعلاميا تلاقى او تجيب الاهلي معاه او تحط الاهلي في جملة مفيدة الزميل عمر الدردير تكلم عن الحكام مع الاهلي بيعصى له احنا عندنا الناس بتزغط الحكم وبيشدوه وبيوقعوا منه ماينفعش وبعد كده تقول ليه اصلا عندنا مشكلة التحكيم فما انت بتغزق التحكيم طول الوقت وبيانات زي كده من جميع الاندية بالاستثناء وعلى رأسه من نادي الاهلي هيني بكرر شوف وعلى رأسه من نادي الاهلي انا مش عايز اتوقف كثيرا امام الكلام اللي بولي زميل عمر لانه احيانا بيبقى يعني انا مش ده عمر الدردير اللي عرفه مش عقول اكتر من كده طيب انما لأ انا بقى حالك على فكرة اه 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 وقال لك ناس تزغد الحكم وما تتعاقبش وعلى رأسه من نادي الاهلي مع رأسه من نادي الاهلي لان النادي الاهلي بعتبر وكبير القفلة ها عيوبة كده بس ما قالش مين اللي بيزوق وبيضغد طيب ما نشوف من اللي زغد الحكم ولغاية دلوقتي ما تعاقبش ما دوبنا فعلا نوينا نحرم بس يوم مش عراق ها هو على رأسه من نادي الاهلي طب وفي زي لهم مين يعني هل الصورة هي طب لحد النهاردة لم يبدو رأي قرار في هذه اللقطة في هذه الزغد ده 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 المدرب اي اللي فيه مدربين تاني توقفت بالتبريقة ايوه اه بالتبريقة اه وطاري مصطفى في نفس الماتش عدوه في المدرجات اه اغدبالك محاجب ميزان العدالة اه يعني ما مش عارف ايه الجراله يرتعش خلاص فاخدوا السيطرة عليه اه مش بس طب هونت بتتكلم ليه على على جميز اللعيب عندك حاجات ليه ولا بعدين يعني طيب انت فاكر فاكر لما حسام عشور وهو طالع من المرض بعد المباراة ايوه راح لمحمود عشور وهو المعترض راح مسلم عليه اتوقف وطارده طارده وخارج ايوه ده بيسلم عليه بس هو فهم المعنى بتاع السلام بتاعه طيب علشان بس حطوا الاهل على رأس القيمة اللي بتزغد الحكام وما حدش بيقى حقيمها يعني انا ما شفناش ابدا حد من الاهل زغط حكم وما شفناش ابدا عقوبة صدرت ضد جميز في الشكل اللي اعتداء الوضع على عاطف حسين ده عاقب عاطف حسين عاقب عاطف حسين الحكم الرابع اللي اطلع لما اتكلم وقال لك انا كتبت التقرير وقدمته للاجنة ازاي تقول انك كتبت ازاي تقول ان انت كتبت طيب كابتن جهاد جريشا ماذا كان القرار المنتظر في الواقع اللي اتزغد فيها عاطف حسين طيب اللي حصل بعد كده من مدرب بناد الزمالك لا يمكن لا طيب المنظر ده في اي دوري في العالم دفع لحكم الرابع في السيدر بالمنظر ده ولا يطرد مدرب بناد الزمالك برضو كان دي من ضمن توابع راكة الجزاء توابع كتيرة جدا في لعبة واحدة مدرب الزمالك بالمنظر ده والادي اللي في السيدر بالمنظر ده كان لازم يطرد فيها باية حال الاحوال لان الدفع لحكم الرابع هو دفع للتحكيم بالكامل اللي موجود في مباراة وبالتالي كان لازم يعاقب مدرب الزمالك في اللقطة دي بالطارد خارج الملعب شوف يا سيد زبراهيم وحتجد ما فيش عقل مش هستنكر ولا حيشوف دي بوضوح وفي نفس المباراة فيه لعيبة وقبلها فيه لعيبة لكن انا اشكر كل واحد يريد ان يتقول ويتصير لنادي الاخطاء فترتد الى صدره لانه بيدينا الفرصة ان احنا نوضح للرأي العام المحايد الحقيقي اللي هو الرأي العام ان يشوفه هو مين صحيح اللي على رأس القائمة النادي الاهلي يعني اما رئيسه في اجتماع مع اللعيبة صوته صورة رحمة الله الله عليك كابتن صالح يقول له ملكش دعوة بالحاكم نحن في الماتش خدمين الحكام فيه رسائل اوضح من هذا ده موقف هو كابتن صالح يعني خدمين الحكام يعني سيب ويعمل اللي هو عايزه لانك مش هتغير من الامر شيء وفي نفس الوقت هتأذي نفسك وتخرج نفسك على برا تركيزك طيب عايز اقولك انه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اعلن انه سامة ابو علي مهاجم النادي الاهلي وصيب ولن يشارك فيه مباراة فيه مباراة منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية وفيه اتنين لعيبة تانين مصابين فبالتالي وسامة يغيب بعدين بقى اين هو الاسابة طيب ما حددش لسه الاتحاد الفلسطيني ومؤكد ان الجهاز الطب في الاهلي كدمة في الرجبة والجهاز الطب في الاهلي هتواصل مع وسامة هتواصل طبعا مع الجهاز الطب للمنتخب الفلسطيني شاء الله تكون واصابة بسيطة لوسام وما يغيبش على الاهل الفترة اللي جاية ان شاء الله الموقع الرسمي للنادي اعلن كمان ان المباراة الودية للاهلي العبها النهاردة مع التيم اف سي انتهت تلاتة صفر افشة والسولية وكريم الدبيس لكن اعتقد اعلان الاتحاد الفلسطيني اصابة وسام ابو علي تحتاج من الجهاز الطبي للاهلي التواصل مع الجهاز الفلسطيني مش هده مؤكد فورا المكانش حصل دلوقتي شيء مقلق جدا جدا بسرعة مشاكل التحليم ولا عايز اعلق تاني في حاجة لا تفضل احنا قدامنا دي ايه دي اتين طيب دي اتين ايه بس المهم التحكيم مشاكله تلاتة ربعة عند الحكام اذا لأسرة التحكيم ما استقرتش وخبراءها يعني هاني ابريلا بقولك انا مخدتش لعيب كورة عندي في المجلس دار عشان منشغلين بالتحكيم طيب خبراء التحكيم بقى اللي انت خدت منهم رئيس اللجنة اللي هو رجل انا بحبه يعني ايه رغم انه كان بيعمل في قناة كنت بشوف له ارام يعني محترم لكن انت تقول بقى اللي اشتغل في الاتحاد ما يطلعش في الاعلام نقبل هذا على كل المحاول الخبراء التحكيم عاملين ضغط جامد جدا على الحكام يتطفقوا يختلفوا على حاجات ما لهاش دعوة احيانا بالحقيقة يعني تشعر كده ان في حاجة تانية مقصودة يعني انا مش عايز اتهم ومش عايز اعمل لكن لن يحل مشاكل التحكيم الا تصرفات الحكام والمسؤولين عنهم وهم مع بعض بالنسبة للجنة شؤون اللاعبين عاديين نشوف دورها على الحقيقي ما حسناش بيها السنة دي خالص لجنة الترخيص اتكلمنا فيها اخر حاجة عايز اقولها لأ ربطة الاندية اوعوا تلعبوا والتيجوا ناحيتها بالعكس عاديين مزيد من الدعم بمنحاها مزيد من الصلاحية عشان نشوف تطور ده كلام مهم جدا واعتقد رسالة كانت يعني مختصرة مختصرة لكن هناك الكثير اللي ممكن يقال لاتحاد الكرة في هذه الفترة دهامنا الوقت و هنسيبكم مع الكابتن احمد شبير وحارس الاهل ودائما لديه المزيد والمفيد دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله اسبوع الله اشتركوا في القناة